اهلا بكم بحلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد هنتكلم فيها عن نصائح مهمة جدا تخص بورج الجدي من النهاردة من يوم 14 يعني ابريل لحد يوم 14 مايو نصائح والتحضيرات دي لازم اي حد موريد بورج الدل ويركز فيها ودي هنعتبرها نصائح يعني ايه من اخت كراشا كده كل سنة وانتو طيبين يا بورج الجدي كل سنة وانتو سعدة وبتحققوا كل حياتكو كل احلامكو قصدي كل حياتكو اي ده مش فهمها اه كل رمضان كريم عليكو علينا ان شاء الله بإسم الله طبعا كالعادة بليز متنسوش تابعوني على الساش الميديا على الانستجرام وعالفيسبوك وتقولولي وتتفرج عليها من فين وكمان تتابعوني على الانستجرام اه وعلى اليوتيوب وتعملوا لايك الفيديو عشان لايك بتاعكم مهم جدا لدعم القناة بورج الجدي طيب في الفترة دي بورج الجدي ممكن اقول ان انتو عندو مشكلة رهيبة ان انتو تعبارة عن مشاعركو يعني مش عارفين انت تعبارة عن مشاعركو مش عارفين عندو مشاعر مجبوتة مشاعر مفيش حد حاسس بياه كأن انت الوحيد اللي شايف يا بورج الجدي مفيش حد شايف اللي انت شايفه حتى لو في ناس حواليك بس انت حيث ان الناس دي مش قادرين يفهموك مش قادرين يدعموك بالشكل اللي انت محتاجه فده مؤثر على نفسوياتك ومخليك حاسس بعدم الدعم ان انت عايز حد يدعمك عايز حد يوقف جنبك عايز حد يزوقك فبليز يا جماعة لو في اي حد من في حياتكم من بورج الجدي اعرف ان هو متوتر اعرف ان هو عندو مشاكل كتير جدا نفسية او مشاكل روحية بس هو بيعرف يخب المشاعر دي ومش بيعبر عنها حاولوا ان انتو تحتووه حاولوا ان هو من غير ما يطلب منكم حاجة انتو تفهمو وتحسو وانتو تنفذو بورج الجدي الفترة دي نفسيا مش في احسن حالاته خالص بالعكس عنده يعني منطفي كده حتى هتلاقوه مختفي شوية مكسوف منعازل بيفكر كتير اوي اوي هو عادة الجدي بيفكر كتير او عادة الجدي بيفكر كتير او عادة الجدي من الابراج الادمخ دايما يعني دايما تحسنوه على طول تايح على طول بيفكر معينه مركز كويس جدا عميق يعني بورج الجدي ده بورج عميق جدا بس الفترة دي هو عندو احزان وعندو مشاكل وعندو حاجات كتير جدا بس هو مش بيعبر يعني هو بورج الجدي مشكلته الوحيدة يا جماعة في التعبير عام مشاعره طويل انت محتاج هي بورج الجدي عشان توصل لاستقرار توصل للراحة النفسية توصل للسعادة شايفا انت محتاج تثق في نفسك الفترة دي انا حاسة ان انت مهزود شوية مع ان انت مش مبين اطلاقا للنس اللي بتتعامل معاك ان انت عندك هزة او ان انت مش واثق في نفسك ب dran هي финانوس انت محتاج تثق بالكروم اكتاك تباين للعلم ان انت انا Someone ثق في نفسي القربية الفترة دي مش بس الجدي والعذراء والطور فالفترة دي محتاج يعز السقطه في نفسه phase يقوي الثقة في نفسه أي فرج الجدي شايفся عندك مشاكل بته speechless جدا قدام الناس بتصرف ومعاك فلوس بس انت مش معاك فلوس ومحتاج فلوس يعني دي حاجة انا متأكدة منها فبالتالي حاول تزبط مصرفاتك مش لازم عشان تبان قدام الناس بلعكس انت شخص عملي فمش لازم عشان تباني الناس ان انت معاك فلوس ومعندكش دقيقة مالية ان انت تصرف زيادة يبقى محتاج تزبط اولوياتك وتزبط مصاريفك لان انت بتزبط زيادة عن نزوم عندك موضوع شاغل بالك فيه موضوع دلوقتي مدايقك وشاغل بالك وخاصة الاسبوع اللي احنا فيه ده اللي هو اول اسبوع في رمضان معاك ننعليك فيه حاجة معتنين عليك يا برج الجدي قلولي تحت ايه الموضوع اللي معاك ننعليكه فعندك موضوع ممكن يكون اظهر عليك بطريقة سلبية درجة انت منطوي منعزل قادل وحدك حزين متدايق مكتئب فيه موضوع شاغل بالك وشاغل تفكيرك ومش قادر تخرج برا بطاقة التفكيري وهذا الموضوع الموضوع ده ممكن يكون موضوع عائلي موضوع شخصي موضوع عاطفي بس يعني ان joy ده اما فيالعمل يا اما فيالحب بس مش عيزتكوا تكونوا خايفين من البداية الجديدة او من نهاية ممكن تكون نهاية عمل او نهاية ارتباط او نهاية حب فانت زعلان يا برج الجدي ومتأثر وحس ان انت حياتك مش تمام بس اللي عايز اقوله ان الفترة دي ان انت يا برج الجدي اللي جاي احسن فما تخافش لان اللي هيجي احسن من اللي راح حتى لو كانت التداعيات او الحاجات اللي قدامك مش مبينة كده بس خليك متأكد ان الحاجة اللي جاي افضل بكتير جدا من الحاجات اللي راحت بالنسبالك فلا تقلق يا برج الجدي بالعكس احنا في ايام مفترجة ادعوا ربنا كتير قريبوا من ربنا يعني قويوا روحانياتك مفيش اكتر من انتوا قويوا روحانياتك الفترة دي كمان نصيحة مهمة جدا حاولوا انتوا تميدتاتوا يعني اعملوا تأمل اعملوا تأمل ففقروا الميدتاتشن والتأمل هيكون مفيد لك جدا جدا الفترة دي يا برج الجد طيب كمان شايتك مصدوم في ناس يا برج الجد حوليك يعني انت ديت لطقتك في ناس صدموك جدا جدا الناس دي إما كان حبيب يا صديق يا حد قريب منك حد قريب بس الشخص ده يعني ضرب توقعاتك ضرب ثقتك فيه فانت زعلان جدا جدا لأن الناس اللي انت وثقت فيهم طلعوا مش كويسين خالص يا برج الجد وطلعوا يعني صدموك في حياتك صدموك لأن انت كنت متوقع ناس دي تسندك وتقف جنبك وتدعمك بس ناس دي ممكن يكون في العمل كمان قولولي يا برج الجدي زعلان انت فقدت مين أو بعدت مين أو مين الشخص اللي صدمك شايفاكم يا برج الجدي الفترة دي بتصرفوا كتير جدا زي ما قلت حاولوا تزبطوا مصارفكم حاولوا تزبطوا المصاريف اللي انتو بتعملوه عشان انتو بتصرفوا كتير جدا جدا الفترة دي بتتعامل مع ناس بوشين احضر من هؤلاء الاشخاص يا برج الجدي فيه ناس انت بتعامل معهم عندهم وشين كأنهم لبسين اقناعك كأنهم لبسين ماسكس كده فركز في تعاملاتك يا برج الجدي وركز في الناس دي بتحبك هل هم بيحبوك ولا لا حاول تطلع من طاقة القلق من طاقة الزعل من طاقة عدم الراحة النفسية انت الفترة دي عندك قلق كبير جدا اخرج من الطاقة دي بالعكس حاول تنطلق حاول تشوف ناس جديدة حاول تخرج حاول بلاش الحبسة اللي انت فيها عبر عن مشاعرك يعني عارفين انتو لما واحد يبقى عنده غضب وعايز يعد طاق طاق يخبط في حاجة يكسر في حاجة يعبر عن هذه المشاعر عبروا عن مشاعركوا السلبية برج الجدي انتو محتاجين عن التعبير عن مشاعركوا السلبية يعني خرجوا كل الطاقة اللي جواكو انزل اعمل حاجات اللي بتحبوها امل شوپنج انزل اخرج مع صحابك انزل اعمل حاجة انت نقصك فيها يعني انطلق يا برج الجدي وبلاش الحبسة في البيت يعني انا كمان بنصح اي حاد عنده صديق من برج الجدي مكتائب اوزي علينا وعنده مشاكل ان هو ياخده خراجه ويفسحه ويطلعه برا العالم علشان انت محتاج طاقة ايجابية يا برج الجدي طيب زي ما قلت ان فيش حاجة مدقيقية الفترة دي حاول تخرج منها زي ما يكون شخص او علاقة او موقف دايقك من حد معين طيب مشتاج تعبّر عن ذاتك تعبّر عن حاسيسك ما تقعدش تكتم جواك يا برج الجدي انت ناس كل أعدت تهظر وتضحك حواليك וانت قاعد مكتوم بيتفكر ليست تنطلق وتعبّر عن مشاعرك وتعبّر عن حاسيسك طيب زي وقلت يا برج الجديد ما تزعلش لو عندك نهاية لشيء النهاية دي هتبقى يعني موافقة عادي جدا لان انت هتبتدي شيء جديد اقوى و احسن و كتير جدا من الشيء اللي انتهى فبالتالي محتاجها لكم ان انتم تصبروا و احنا في شهر الصور اجا ورونا كتير جدا البداية الجديدة تكون بداية سعيدة فبقى انته اخرج من طاقت الزعل اخرج من طاقت الاكتئاب اخرج من طاقة التفكير العميق دعني في خير كتير جواك بس انت مش شايفه في حاجات حلوة انت ممكن ان تنبسط وتسعب بها بس انت مش قادر تحسها فمحتاج تخلص من طاقة الزعل من طاقة التشاوم من طاقة اللوم من طاقة العتاب محتاج يعني انت محتاج ممكن تكون محتاج تغير شغلك او محتاج تهمة بشغلك زي ما قلت ان اي حد مبورج الجدي يا جماعة الفترة دي عنده ضائقة مالية محتاج اموال محتاج عنده ديون او عنده حاجة عايز تعملها ومحتاج فلوس كتير اصبر يا بورج الجدي فكر صح ازاي تحصل على الاموال دي وان شاء الله في اسم الله هتقدر ان انت توصلها انت محتاج استقرار ملموس في حياتك وان شاء الله يحصل لك يا جماعة احنا في فترة رمضان ادعوا ربنا كتير جدا وتفقلوا بالخير تجدوا اعملوا قانون الجذب اعملوا روحانيات استغفروا كتير جدا ربهم ربنا يعني شهر رمضان هو فرصة كبيرة جدا ان احنا نحقق حاجات كتير نفسنا فيها I love you all بحبكوا جدا يا بورج الجدي خلي بالكم من نفسكم انتظروا القراءة عاطفية قريب جدا جدا دي كانت نصائح مهمة جدا لبورج الجدي في شهر رمضان بحبكوا اشوفكم في فيديو تاني تنسوش تعملوا لايك الفيديو واشتركوا في القناة تابعواي على ساشال ميديا على استجرام وفيسبوك وتابعوا القناة الجديدة القناة الكلام المفيد وقناة بورج العذرة بالعربي بالانجلس باي مع السلامة